موسيقى ألا معكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أنجيل الأحد مع الأب جوزيف عبدالسيطر الأنطوني حلقة اليوم هي الإنجيل الأحد السادس عشر من زمن العنصرة عم نحكي عن إنجيل لؤة أسحاح 18 من الأية 9 إلى الأية 14 مثل الفريسي وجابي الضرائل أبونا بسم الأب والأب والروح القدوس الإله الوحيد أمين وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون ويحتقرون الآخرين صعد رجلان إلى الهيكل ليصليه واحد فريسي والآخر من جبات الضرائب فوقف الفريسي يصل في نفسه فيقول شكرا لك يا الله فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزنات ولا مثل هذا الجابي فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأوفي عشر دخلي كله وأما الجابي فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء بل كان يدق على صدره ويقول رحمني يا الله أنا الخاطئ أقول لكم هذا الجابي لا ذاك الفريسي نزل إلى بيته مقبولا عند الله فمن يرفع نفسه ينخفض ومن يخفض نفسه يرتفع حسن آمين آمين بزمن العنصرة وهذا الأحد السادس عشر هو آخر أحد لهذه السنة التقصية نعم لأنه زمن العنصرة يمتد لطمانتاشر أسبوع بحسب عيد الكبير صح من بدء من عيد الكبير بدء من عيد الكبير يعني أي متى بيكون فأزل السنة هذه عنا ستعشر أحد نعم فهذا هو الأحد الأخير لهذه السنة التقصية ومنلاحظ أنه دايما هالأمثال اللي أعمل بتنعطها هي لتحفيز عمل الروح في داخلنا لأنه دايما دايما في يعني في خطأ بنقع فيه دايما هو أنا عملت رح تصليت أنا ساعدت إلى آخر نعم بهالمثل هيدا بهالفصل 18 إجا من بعد مثل القاضي قاضي الظلم هو المرأة الأرمالية اللي كانت عمالي تطلب أنه ينصفها من أجل اللجاجة مش من أجل الحق لكن من أجل اللجاجة تقول أنه الإنسان اللي بيحب بحد ذاته إنسان اللي بيحب ما بيطلب للآخر إذا بديك يعني ما بيطلب اللجاجة اللي بيحب منه لحاله بيخد مبادرات لكن أوقات كتيري بيحب يسمع هالكلمة من المحبوب صح بيحب يسمع إنسان إذا أنا بحب شخص أو أنت بتحبي شخص قديش بتتعزي مثلا يجي ابنك أو بنتك أو زوجك يجي لك ماما أنا بحبك قديش حلو هدية هاي دي مثل السلام عليك يا مريم صحيح يا ممتلئ أناما أفرحي كأنه نحن من حبك فإذن هوني في موضوع الصلاة والصلاة دايما إذا ما كانت مقروني بتواضع طوبة بتكون صلاتك أنت مش صلات الروح ألف اثنين رحو يصلوا وحد عمل هيووته وعمبي صلي بحسب برنامج معين والآخري وبلش ويصلي الصلاة وحد منه واحد ممكن جاي من الحقله ركيا وعمبي فاعرف ش يسمي ألا با ت bru عم يسمى حرف الأبجدية أو أبسة أو أولاب بيت جمال، عم بحب تصوّم طلّع فيه أول مرة، طلّع فيه داكي مو، ما عنا له ونجي عكمّل، وهذا عم سأله بأخي قال له يا أخي مش عم تفهم الصلاة إلى أصول، منا نصلي فيه ترتيب، عم تتعركش لصلاتي أنا، أنا بدي صلي فيه هيدا عم تشويش عليّ قال له يا أخي، أنت ممكن صليك تتعلم وتعرف أصول الصلاة، عم يلي تصليها كما يجب أنا زلمي، ما بعرف شي، بسمع له أحرف الأبجدية، وبقل له ركّب الصلاة اللي بتريدها هيدا اللي بتوصل يمكن، هيدا مش المنمّكة والمنصّكة قال له هيدا بكل بساطة، مش طالب مننا غير هيدا ربنا هيدا اللي طالبه، إنّ الروح يصلي فيكم بأنات اللي بتوصل صح بهذا المثل، إيجا الرب عم بيقول من بعد ما كان ملتقي بالكتب، يقول الفرنسيين يلي همّن مش إنّه يبنوا العلاقة مع الرب، همّن يبنوا حالا على ركام الآخرين شو يعني يبني حاله؟ إنّه بدل ما قلّك إنّه أنا منيح، ببلّش حقّر بغيره، تقلّك إنّه أنا منيح هيدا ما بتصير يعني، مثل ما بقولوا، الأعوّر بين العميين ملك، بس ما بيقش عبتنين، بعده أعوّر ما بنتبه لها النقطة هيدا، فإذاً هالزلمي هيدا، الكتب الفريسي هيدا، بيحتقر عطاء المثل، يلي كانوا هني بيدورون عم بيلي بيحتقروا الآخرين بيحتقرون ونحن قدّيش ما بنعملها قوات؟ يا خيّي، أنت اللي عم تسمعني، واللي عم تشاهدني، إذا أخذت هالنص هيدا، تخيّل حيّلك بالكنيسة يا هلترى أنت كيف بتروح؟ يا ما في ناس قوات كتير، بس روحوا على الكنيسة كأنّه البنك مكتوبة باسمه ياسكون أنّهم أبرار بس هودك كأنّه بدّي يعدوا على أول بانك، أعلم بيبلشوا مثل هيدا، بيقلوا شو بيبلش الفريسي، بيقول شكراً لك يا الله، شغلة حلوة عم بيبلش بشكر الله لكن هالشكر هيدا، هالحبلة الحلوة، شو رابط فيها؟ رابط فيها أحتقار الآخرين أنّه أنا وقت اللي فوت على الكنيسة، بشكر الله، بشكره أنّه أنا منيح، أنّه عائلتي منيحة، أنّه أنا ما بغلّط، ما بيكل ملحداً مش متل هيدا، بيعرفش حلوة أنّه خاطئ، هيدا شو الجيّع وبالكنيسة؟ روّح كل شي، يعني كان هو عامل الشي كان هو عامل الشي، أبداً، أبداً، وياما منقع فيها أو إيه؟ طح، طح ولزي، وقتّي بتقع فيها بينك وبين زيتك، مصّي بصيبة، بس شو بتكون؟ بتوشوش اللي حدّك؟ عشابيك، شفتين؟ لايك، الجيّع يصلي، أو الجيّع تصلي، أو، ونتطلّع، شو؟ جيّع على الكنيسة، مش شايفي حالة بيلبسة، وبعرفش هالتبريج اللي حطّته، يا أخي أنت جيّع يصلي، شو بدّك بغيرك؟ صح شو بدّك بغيرك؟ أنت فايت تصلي، يعني فايت تكفّر عن الدنوبة، فايت تقلّه يا رب أنا الدين، اللي سلفتني إيه خلال، عايشي بها الأسبوع، جيّي هلّا أوضعوا بين إيديك، وقلّك، أرحمني، مش قادر قوي فيك إيه؟ مش قادر قوي فيك هالدين، بس جيّي على القليلة أنا، أشترك بهالذبيحة، يلي أنت أردتها، حالتّالي تساعدني، وحالتّالي تخمّصني فهالزلمة هيدا، اللي رايح هالبريسة، راح لهونك عمالي بيعتد بزيته، يقول أنا مانّ متل الناس الطمّعين، ولا متل هالعشار شو بدّك فيه؟ هيدا مش صلاة، هيدا مش صلاة، من هوني أنا بقول وهوني ما يأخذوني، بأعرف في ناس كتير محروق قلبه بيكون، إنو أنتي وقتّي اللي يعني إلى رب ربنا يصطفل فيهم صحيح، بس وقت اللي بيدي عليهم إنو يصيبوا متل ما صابني أو يتجرب بابنه أو 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 أو، هيدا مانّا صلاة مانّا صلاة، هلأ بفهم عن قلب مجروح، ولكن يقول الرب لا تنتقم، أنا المنتقم، وانتقام الرب هو انتقام حب يعني، الله لا ينتقم بأذية من أذاك، ولكن بتبيان الحق وإظهار ما زياك صح، صح، اليوم إذا إجا ابنيك، قالك ماما خيّي إزانة، بتقليله ما تعطي لهم، تروح يتقم إزانة أكيد، بروح بقل له، أنا شو بعمل، ببين ما زيا خيّه، صح، وبقول الحقيقة، ما كان لازم تأذين، ولا يمكن أنه مش عارف كان خيّه أنه إزانة، أيام الإنسان ما بيعرف أنه عم يأزين الفكرة الأساسية إليت أنه يعني نحنا منفكر أنه الرب يا رطيب بده يشبق وبده فيه بالآخرة هونيك، هناك البكاء وصريف الأسنان، هناك البكاء وإذا الأشخاص هودة يمكن عم بنتوّلوا للحبل، لأنه الرب ما بريدها لك النفس، بريد خلاصها فإذاً، نحنا نرجع لهذا الموضوع، هذا فيّت، ليش، الحنديم تبعه، ويتميّل وإلى آخره، وفيّت ربّح الرب جميلة فيّت ربّح الرب جميلة، وقال له، قال له، هناك ناس يتوفقوا بربنا، هناك ناس ربنا يتوفق فيهم هذا فيّت ربحه جميلة لربنا، بينما هداكي، أنجأ على الباب بآخر ما قاد، واصل، وحاطت راسه به هالأرض، مش قادر يرفع الرأسه، عنا عارب عاله إنه خاطئ شو عميلي بيقلّه للرب دلال، شو اسمه؟ عم بيقلّه، ارحمني يا الله أنا الخاطئ، شو قال له، بس، ارحمني يا الله أنا الخاطئ إذا أنت مش قادر تصلي، إذا أنت منك قادر تصلي، قلّه ارحمني يا الله أنا الخاطئ، بينما هداك شو؟ عمّلّوا ليستا، أنا بعثي مصاري، أنا بقذّم، أنا بصوم بالأسبوع مرتين، قوفي عشر دخلي، وبقق ما إني متل البيق طماع، ما إني أبداً، وهون الشرير يلعب لعبة كتير ذكية، أنه أنت اليوم، إذا عم بتصوم نهار بالأسبوع، عال حلو صومك بس انتهي صوم من هراين احسن لك صوم تلتة جرب صوم قدمة فيك بصير واحد هالصوم هيدا بدل ما يكون مجال للتوبة مجال لشوفة الحال وهدي هي اذا بدك بيسموه الكبرياء الروحين يعني عملية الصلاة يلي بتصليها انا دايما كنت اقول وبظل بقول مئيس صلاتك انه مقبولي لدى الرب هو بيقبل كل صلاة انه فاعلة هالصلاة عم ترفعها لالله والله بيقبلها ولكن قبولة وحده هو مش كافي بده تكون فاعلي فيك يعني اذا انا صلاتة ما بتترجم فعل حب للاخر معنى صلاة معنى تباعد مش عم تفعل فيه صح وهوني انا بحب كمان انا بقوله وبظل برددها او بس انا بشعر قويتي كتير انه صلاتي عم بتكون مش شفافة بس مش شفاة انه عم صلي شفاويا او مش عم صلي من كل قلبي انا بقوله كمل صلاتك واسحة توقفها لانه من التجارب اللي بيجربك فيها الشرير للصلاة هي انك توقف تصلي توقف تصلي اذا شعرت انه صلاتك مش نبع من قلبك اسحة توقف لانه بالنسبة لقاله هو اذا وقفت الصلاة بكون انتصر عليك معناتها عملي بعدك عن الله تعالى كمل صلة ولو كانت صلاتك حسسها انه سطحية او مش من قلبك او من شفافك او مش عم تعطي اي نتيجة بعد كمل ان الله هو الذي يحولها الى صلاة القلب يعني بمعنى انه وقت اللي انت عم تتمرن عم تتمرن ما فيك بفرض مرة تتمرن على انك تركض المئة كيلومتر حول عشق شوية 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 بتتعب بتتعب اواشيبتو خلاص ما عاش فيه تكمل بتشوف انه بهتكبلي هايدي صار بالواقع يعني خاصة ان بيعرفوها هايدي الرياضيين يعني انه وقت اللي بيبلش يتدرب وصير بتصير حاجة عنده يضل يركض وهيك الصلاة بتصير حاجة عندك بتصير تمبسط تفرح وقت اللي انت بيكون عندك وقت الصلاة ناحية ناحية التانية كل واحد من عنده اشغاله وقت اللي بتقول هلأ انا وقت اللي بدي صلي المسبحة تيجي بدك تصلي معطي متل او صلاة صح صح بتروح على رأسك مية والف شغلة بدك تعملون بس قول بدي صلي بتقول يا الله ييه هايدي ما عملت يا هايدي نسيت ييه هايدي لازم عملك معلش يخليني خلصونه بعدين بصلي بتروح الصلاة ليش ما كانوا وردين على رأسك قبل ما قررت تروح تصلي في أبونا واحد يصلي هو عم يشتغل هيدا دايما سؤالي بنسأل اي اكيد ليش لا ليش لا وبقدم شغلة فعل صلاة للرأم صح اي 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 احسن انه ما يصلي مش هيكي بس ننتبه مش انه اذا صليت انا وعمالي بشتغل اذا بديك انا اذا صليت انا وعمالي بشتغل ما بتلغي صلاتي الشخصية مثلا انتي بالبيت عم تشتغلي صح زوجك احد بالسالون عم تحكو مع بعض كون عم تحكو عم تحكو عم تحكو عم تشتغل بس هيدا ما بيغني عن الحوار يلي بدي يكون بينك و بينه بين زوجين بين حبيبين مثل بين صلاتنا مع ربنا بدا تكون مختلة بنفسك مختلة بنفسك بدا تكون انت عمالي لانه هيدا هي اذا بديك انتي علاق و حديث العشق مع الله بالصلاة و تصلي بدك تتأمل اليوم مثلا اوقات كتير انت بتكون مثل الفريسة بس عم بتروح على القداس وهيدا تتشوف انه انا قداست عملت وجبتي و رعت حيوم بتأتل المحبة بقلبك يعني لانه بتصير معتد بنفسك انك انت الصح و غير الغلاط عمالية لا وقتل بدك تروح بدك تكون انت قلبا و فكرا و جسما و نفسا و كيانا مع الله صح كيف اليوم جاربيش يمرس قلي حدا اكيد من قريب او زوجك او لديك ما راح تجاربي ناس غربة من بعض ما يطلع شو كان الانجيل او شو كانت الرسالة صح لأسف لانه ما عام يعملوا هال الكونسنتراسيون الكونسنتراسيون مش بس على الرسالة و الانجيل بدك تكون هال نحن عنا نوفير عديدة و كلنا فورقل و غنية هالكونسنتراسيون بدك تكون من اول الذبيحة لاخرها لاخرها يعني متل كأنك انت عم تعمل فحص ما فيك تتشتت و الا بيروح عليك السؤال بدك تمرين ابونا هين بدك تجهز حالك تقوله يا رب تساعدني خلي روح يعني تتأمل من اول ما المجده للآب لاخر اذهبوا بالسلام يعني تقول انا اليوم بدي بهالنفور اللي عم بقوله لأبونا بدي يتأمل بكل كلمة عم بيقوله اه وقت اللي بيقوله مثلا بنفور ماركسطوس حول يا رب ما يؤذينا و يخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا و ينفعنا كل هالأشخاص اللي اتضرروا اذا اتأملوا بهالكلمة هايدي بهالنفور تأزوا عم بيقوله لرب يحوله كيف بده يحوله هو بيصطفل هو بيحوله بتعطيك رجا اكيد بتعطيك شيء انه اللي بيأزينا و يخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا و ينفعنا حلو كنت عم بيحكي مأحد الأشخاص وقع بي بريجار كسر و هورمت اجروا بالبليج يعني لو 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 ما يسحبوا قبل ما هيداك كانت و هورمت اجروا صرت أكبر من الفتحة عم بيحكي قلت له كنت قال لي بس أنا عشت اختبار كتير حلو بهذا الشيء اختبار مع الرب كتير حلو يعني دايما الله جاهز مش هو اللي يعمل لك لمصيبة اكيد جاهز حتى لي رايحك من أزى لمصيبة ومن هم ومن وسوسة لمصيبة انه مش ربنا هو جايب لمصيبة اكيد اكيد او جاهز يساعد اي ام او اي باي بريد الضرر لابنه اكيد انا هيك بقول دايما وحتى اذا ابنه غلط مستعد يدفع من لحمه الحي حتى لي يعني يعفي عنه أو حتى لي يوفي عنه الخطأ صح فإذن بس اليوم اذا اخطأ شو خاص بيه بده صح هلأ منحن نقول تربي وهيدا اوكي بس انه شو خاص بيه ونحن اليوم ما هتغزيني هالأمور هاللي هاللي عمالي بتصير اليوم هؤد الناس يلي بتععدوا عن ربنا يلي بتععدوا والشرير المستفحل به الدنيا مبسوط كثير هن سببوا الأذى لأخوة البشر صح هالصبي هيدا يلي بتععد عن حب البي عن هالعيلي يلي عيشها سبب الأذى لأوله لغيره بس البي جاهز انه يكون حدك جاهز انه يساعدك جاهز انه يعفي عنك يعني انه ما تعطي الهم انا حدك بس بطبيعة الحال دائما ان الإنسان بير متقل على شخص اللي بيحبه صح بير متقل على شخص اللي بيحبه يعني اليوم مثلا او انت كثير أولادنا هذي بحبه الجهلون تحيي لشبيبتنا اليوم أولادنا انه شو صار علينا يا رايت كون رحتوا وعملتونا جنسية برا او يا رايت كذا يعني نسمع كثير للأسف انا بقلهم شغلة كثير أساسية ما تفكر انك انت وليد الصدفة انت كنت موجود بفكر الله وبقلبه قبل ما تنوجد على الارض واذا اوجدك مع هالام والبي بهالمنطقة هادي بهالبلد هادي معناتها عندك رسالة طلبة منك الرب واذا كنت انت ببلد عم بيتوجع اكتر من غيره معناتها عندك نعم اكتر من غيرك حلا عندك نعم اكتر من غيرك عراف ووظفها لانه ما بيربنا ما بيحمل واحد كتافه ما بيحمله صليب اعرض من كتافه حلا ما بيحمله صليب اعرض من كتافه لا ما بيحملك شيء اقوى من انك تستطيع حمله فلذلك انك انت وقت اللي هدي بهالصلاة انه هدا هداك رجع بقول الرب انه الجابي ما رجع ها اقول لكم هذا الجابي لا ذاك الفريسي نزل الا بيته مقبولا عند الله هلأ مقبولا عند الله ليس معناتها انه انه الله بده يرفضنا هو بطريقته رفض يعني مثل ربنا فاتح البيب بالطريقة اللي انت استعملت انت سكرته للبيب صح ويكفر عن غضيته هيداك رجع تي 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 متل ما رحتي متل ما جيت يبكى الخيار للانسان مئة بالمئة مئة بالمئة لأله لقدى تواصله مع ربنا قوي قدى قادر يتواضع قدى قادر يطلب الرحمة نحنا اليوم بمريم تي في نعم دائما اهلنا هن بعلمونا الصلاة نعم وخاصة الام لذلك انا بوجه نداء لكل الامات انه تكون الى جانب الامو اللي اللي عم بتعيشها تكون امرأة صلاة كالعذراء مريم اللي كانت تسمع وتحفظ كل شيء في قلبها وهون برجع بقول كل واحد منا بطلب منه يقرى هالانجيل ويقيس ذاته في ضوء هذا الانجيل قديش انا بالواقع صلاتي هي الصلاة الشخصية بيني وبين الله طالباً رحمته مش صلاتي انا هي الاعتداد وعلى غيري او ابداً شكراً لك ابونا يعني انا معك كمينة بردت كلمة دايماً كل يوم بقوله يعني بحياتي وكل يوم بقوله لأولادي تعلموا قولوا لي تكن مشيئتك فقط هيك انتو بترتاحوا سلموا اموركم للرب من الصباح وهو بيتكفل فيك يسوعي الطعام هو ان اعمل مشيئة من ارسلني لي تكن مشيئتك شكراً لك ابونا كتير على الشرح الرائع مشاهدين حلقتنا اليوم انتهت نشوفكم بحلقة جديدة الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى